ستشرع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة ابتداء من الدخول المدرسي المقبل 23-24 في التوسيع التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي في أفق تحقيق تعميمها خلال الموسم الدراسي 29-20-30-2000 وذكرت الوزارة في بلاغ أن هذه الخطوة تأتي تطبيقاً لأحكام دستور المملكة ولسيما الفصل الخامس منها الذي جعل من اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة وتشسيداً للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للغة الأمازيغية باعتبارها مكوناً رئيسياً للغة المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها ورصيداً مشتركاً لجميع المغارب